معناها صدمة جيتنا وجيعة كبيرة المنتخب معناها في ثلاثة مبارئيات منجح في حتى انتصار صدمة كبيرة إن شاء الله أنا شاجع في الأفرق العربية مليون بدلنا الجنسية ولا أنا مغاربة والله وجيعة كبيرة في حقنا معناها أما ذكا هي الكورة اللي بيقفمها فيها الربح وفيها الاخسارة إن شاء الله الشيء يخير وكهو مرة الجيء يخير علشها علش تبكي انتي علش خطر أثيرنا المنتخب معناها ورجعنا برشا كيفاش خسرنا هي ذكا هي فرحة ما تمتش ذكا هي خسرنا معناها ثلاثة مات شوية تعثرنا ومناجمناش مناجمناش نماركو أكثر من بونتو ثلاثة مبارئيات ماركينا كان بونتو أدياء مشو بيهي وذكا هي الكورة إن شاء الله المرة جديدة هي رياضة بصيفة عامة ما هوش ممرن ما هوش وزير ما هوش لاعب رياضة هي سياسة هي مشروع وطني هي تخطيط مش أول مرة إحنا ننسحبوا مش أول مرة إحنا عدنا نكسة مش أول مرة نبدلوا ممرن الأجنبي والتوسي والمعروف والمش معروف ما نحطوش الغلطة على إنسان يلزم نخزوا الناس الكل يا أخي أي إنسان يقدح في الفريق القومي نجم نشوف روحي يقول لنا كتونس ماذا نجم نعمل؟ أنا بقول شو زعفة إحنا القيمة يا أخي تونس تيها بيص من أنه دربيل كل شي يا أخي فما شاباب صغير أعطيه فرصة خليل يلعب عن روحه وليد عمي فما شاباب نفح يحب يعمل يحب يوصل لإنتيجة أنت صاحبه لماذا حرمها الشاباب عندك الجسكا عندك النجم عندك برشة برشة حاجات لها جواريت رمبهية وصغار وكذي نحنا نجيبه نجيبه في المحترفين يلا في بير المحترفين رو جاي يلعب معنا أكاين يمزي عليك نشو يلعب في الكورة صحيحة فهمتك كذياش رأي تونس بالرسمي لازمتنا لازمتنا أنترونير بهي يوخذ تونس هذية باش يلعبوا مع بعضها من رجلي صاحبه طوبي ليه ما تفرحونيش فيه حتى في الكورة رأنا مشنا فرحين في كل شي حتى الكورة الأخرانية بكل معناه هذية معناه ما ما تفرحونا تردونا الأمل في تونس اللي نحنا اللي نعنا عايشين في تونس بالكورة نفرج على الكورة نحب اللعبة متع الكورة الدعامي جي تشوف تقى جواريت مني منتخب تيعب على الأخر تيعب ياسر رأي تيعب ياسر الروا ما يجيش الروا ما يجيش لعبونا بالكورة خلونا على الأقل نتفرجوا على الثالث أنا معاش متفرجين عليها لحد الثالث نتوكي من البيار حلقها ومشربت ليشني منتغشش خاطر عليش تونس مش يتلعب مش يتلعب بالكورة صح منتخب بيطة إفريقية شوف السنغال ما شاء الله شوف ادي برشة برشة منتخب ياسر ياسر أدعنا مشاركة منتخب الوطني يعني هي نخرجنا منتخب الوطني مش مش تقيم فيها تقييم متقاش فيها تقييم لأنه أصلا احنا كين نتنحا وسعى نبعده على التعالي ونعرفه اللي كورة القدم الإفريقية رهي فاتتنا بأشوات كبيرة طيو نفهمه نحترم رواحنا أول حاجة ذي حاجة الحاجة الثانية وقت اللي يبدأ نرجعنا لنفس الحكاية متاع قبل اللي 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 الموجودة منا ومنا ومنا وماذا عنده وذكا عنده وذكا وينو حنا بقى للمجبري مثلا لأخوز عليش مش موجود هذي الحاجة الأولى الحاجة الثانية الناخض يا أخوي يزيون متوانسا نحترموها مباركة لو فيها ويمشي وينجمو يعملو في الخليج يعملو مباركة كبيرة احنا في تونس يلزمنا ساعة مدرم أجنبي مهما كانت الحكاية هذي هاو نحن حكم ببرطول وينو لأخي لذلك معناتها باش أنت يتنقص الضرب يخي ومنحب نسا لنا جلال القادل يخي ما تعرف التغيير كان من دقيقة 70 البارح ظهرت مثلا ضد جنوب افريق ظهرت والناس كنا اتفقنا يجب نكون موجودين اما اذهبتوا في الدقيقة 70 80 ضد الوقت يلعب ضد الوقت وضد كل شي هذي كنا رجلت هذي هي مش الجزائر خلقت فرصة احنا ما خلقنا حتى شي راه احنا مخلقنا حتى شي البارح ولا في الماتشوات الاخرين هذي اقدرنا هذي يجب انفقوا على رواحنا وتعاود ميز بلا فانديمون اروا جاي كوب ديمون فاندي اللي عمي جاي وكوب دافريك فاندسانك ها يجب انفقوا تبدأ تحذر واذا تحب تنجح ركو منفقوا تبدأ تحذر وتحذر الانترود خيبة امال الكبرى طوع سقف طموحات كان عالي جدا الشعب التونسي تعاود على التقلب والنجاح على اقل في الظروف العصيبة مربع البلاد ثم خذلين ثم ضياء مدرب ما يعرفش يعمل رسول رسوم تكتيكية ما جابش حتى انتجها وجوارات خارجين الموضوع وهذا معناها شيء اسف معناها الرياضة تونسية معناها قاعدة في تراجع وهذا من استغربوش تصور انتي نحن في تونس عنا كان ملعب واحد لحتضان التدوراء لان الجزائم هل نحن في حاجة وموضوع وموضوع خذمة قاعدة مدرب عالمي يزم نزارة نحن اللعب لحامل ومسؤولية لجامعة والمدرب لا يزدي حدا يزدي ممر عالمي ويزم ينصف اللاعبين